أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سيناء الغالية خاضت اختبارا صعبا أمام الإرهاب كما أضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء أن الإرهابيين أخفلوا أن جيش مصر وشرطتها مقاتلون أشداء تعود سيناء لتخود اختبارا صعبا وغير مسبوك إذ يتوافد إليها إرهابيون وتكفريون من كل حدب وصوب يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها وتغافلين أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر إن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء ترجمة نانسي قنقر